تستمر اليوم جلسة المنتدى العشرين الأمن الإقليمي حوار المنامة 2024 من خلال أربع جلسات عامة تتناول قضايا الصراعات والاستجابة السياسية والعسكرية لها انفادرت السلام الإقليمي والمقاربة الدولية لأمن منطقة الشرق الأوسط وتناولت الجلسة العامة الأولى ضمن أعمال المنتدى في يوم الثاني موضوع عشرين عاما من الحوار في تناولت الجلسة العامة الثانية الاستجابات السياسية والعسكرية للصراع في المنطقة بينما تنعقد في هذه اللحظات الجلسة الثالثة وهي بعنوان المبادرات للسلام الإقليمي فيما تنعقد الجلسة الرابعة في وقت لاحق اليوم ويحول المقاربات الدولية لأمن منطقة الشرق الأوسط ويعد الحوار الذي يعقد سنويا منذ عام 2004 في مملكة البحرين عنصرا أساسيا في البيئة الأمنية في الشرق الأوسط فهو يمكن القادة الوطنيين والوزراء وصانعي السياسات من الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية وأوروبا وأفريقيا وأسيا من الاجتماع معا لمناقشة قضايا الأمن والإقليمي الأكثر الحاحن ترجمة نانسي قنقر